السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي تلاميذ وتنميزات الصف الأول الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة هنشرح مع بعض قصة فكر أولا ونشرح يا أولاد الفعل الماضي والفعل المضارع من منهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد القصة المشتركة فكر أولا كريم وريم أخ وأخت وريم هي الأكبر سن كريم طفل صغير ومندفع لكنه يحب ويحترم كلامها يبقى القصة بتاعتنا أولاد كريم وريم أخوات ريم أكبر في السن من كريم وكريم طفل صغير ومندفع بس يولاد بيحب ريم أخته وبيحترم كلامها ذات مرة دخلت ريم على كريم فوجدته قد قام بتلوين الطاولة سألته ما هذا يا كريم هل ما فعلته سيسعد أمي كم ستتعب في تنظيفه يبقى هنا أولاد أقول لك ذات مرة في يوم يعني من الأيام دخلت ريم على كريم وجدت أولاد لوا في الطربيزة فهنا أولاد ريم سألته قالت لإيه اللي عملت دا يا كريم هل ما فعلته سيسعد أمي وقالت لأولاد كم ستتعب في تنظيفها فكر كريم في تأسير تصرفه على مشاعر أمه وقال أنا أخطأت وأنا مسؤول عن تصرفي سأنظف الطاولة يبقى هنا أولاد أقول لك كريم فكر في العمل وبعد كده أولاد قال أنا أخطأ وأنا مسؤول عن تصرفي وأنا هنظف الطاولة وفي يوم من الأيام كان كريم في مكتبة المدرسة يتصفح إحدى القصص بين يديه لكنه كان يحدس ضوضاء عالية نظرت إليه أمينة المكتبة وقالت ما أثر الصوت العالي على زملائك بالمكتبة فكر كريم في تأسير تصرفه على مشاعر زملائه وقال متأسف سأحافظ على الهدوء في المكتبة عاد عاد كريم إلى بيته وحكى لأخته عن موقف أضحكه كثيرا وقال كان حسين ينزل على درج المدرسة فانزلقت قدمه ووقع مثل البطريق قالت ريم يا كريم هل ضحكتك جعلت حسين يضحك فكر كريم في تأسير تصرفه على مشاعر صديقه حسين وقال ما رأيك يا ريم سأصنع له بطاقة أعتزر فيها وأكتب له كلمات طيبة فكما جعلت أفعالي تحزنه سأجعل كلمات تسعده قالت ريم يا كريم يجب أن تفكر في نتيجة تصرفاتك على من حولك لا تتصرف قبل أن تفكر إن وجدتها ستسعد غيرك ففعلها وإن وجدتها ستغضبهم فلا تفعلها نشرح مع بعض أولاد عناصر القصة القصة بتاعتنا بعنوان فكر أولا شخصيات القصة أولاد كريم وريم والأم وأمينة المكتبة وحسين الزمان بتاع القصة أولاد أحد الأيام طب المكان أحداث القصة أولاد ضارت في المنزل والمكتبة والمدرسة أحداث بداية القصة كريم طفل صغير ومندفع يحب كريم ريم ويحترم كلامها طب أحداث الوسط أو المشكلة لأولاد في القصة كريم نون الطاولة كريم يحجز ضوضاء في المكتبة ضحك كريم عندما وقع حسين على الدرج ثم فكر في صنع بطاقة اعتذار لهم أحداث النهاية أولاد نصحت ريم كريم بأن يفكر في نتيج التصرفات على من حولهم وأن لا يتصرف قبل أن يفكر طب إيه نتعلمه من القصة أولاد ما نتعلمه من القصة التفكير في تأثير تصرفاتنا على مشاعر من حولنا التفكير يا أولاد قبل أن نتصرف طب إيه الكلمات الشائعة التي جاءت في القصة أولاد الكلمات الشائعة أبي أمي قال قالت أنا أيضا في و ال يا هذا هذه نعم كان هو إلى على أنشيط الأضواء على القصة المشتركة نشاط واحد لون طريق الكلمات الشائعة لتصد مع كريم إلى جملة فكر أولا أول حاجة أولاد عن لون مع بعض الكلمات الشائعة أبي بعد كده أولاد نمشي مع بعض نلاقي كلمة أمي نلون كلمة أمي بعد كده أولاد كلمة قال بعد كلمة قال أولاد نمشي هذا بعد كده هذه كلمة على نمشي كده أولاد كلمة و بعد كده أولاد كلمة أنا يا بعد كده نعم بعد كده أولاد إلى هو نصل أولاد إلى كلمة فكر أولا نشاط اثنين ضع وجها ضاحكا أمام السلوك الصحيح ووجها حزينا أمام السلوك الخطأ فهنا أولا أول سلوك معنا هنا ملاحظين أولا الولاد بيلقز القمامة في الشارع فدأ أولا سلوك خاطئ فنعمل هنا وجه حزين بعد كده أولاد هنا ملاحظين أطفال بيرسموا فيه ورق الرسم فدأ أولا سلوك صحيح نعمل وجه ضاحك بعد كده أولاد السلوك الثالثة معنا الطفل هنا أولاد بيرسم في الحيطة فدأ سلوك خاطئ نعمل وجه حزين السلوك رقم أربعة أولاد هنا ملاحظين بنتي بتسق الزر ودأ أولاد السلوك صحيح نعمل وجههم ضاحك نشاط ثلاثة فكر فيه نتاج التصرفات التالية ولون الصحيح منها أول صورة معنا يا أولاد ملاحظين هنا الولاد بيقطع فيه الكتاب ويرمي في الأرض فدأ أولاد السلوك غير صحيح وهنا بيغضب ماما فدأ أولاد ما يلونهوش بعد كده أولاد السلوك الثالثة هنا نلاحظين أولاد الولد بيرتب السرير بتاعه ويرتب قطه فالتصرف ده بيسعد ماما فنلون الصورة دي هنا أولاد الطفل بيقطع الزر من قصرية الزر فدأ سلوك خاطئ يغضب ماما فدأ نلونها شيء بعد كده أولاد هنا البنت بتهاد صحبتها في عيد ميلادها وده سلوك صحيح يبقى نلون الصورة دي الفعل الماضي يسأل ولي الأمر طفله ماذا فعلت بالأمس ويبضع الطفل في الإجابة ويكتب ولي الأمر الأفعال التي قام بها مثلا أكل شارب نام كتب لعب ثم يطلب ولي الأمر من طفله قراءة هذه الكلمات ويغبره أنها أفعال يعني أفعال يا أولاد أي أحداث قام بها وفعلها ولذلك فهي تسمى أفعالا ثم يسألهم هل هذه الأفعال فعلتها وانتهت أم ما زلت تفعلها الآن هل انتهيت من الأكل أم ما زلت تأكل هل انتهيت من الشرب أم ما زلت تشرب وهكذا ويجيب الطفل يا أولاد بأنها انتهت وهنا يخبره ولي الأمر بأن يا أولاد الأحداث التي مضت وانتهت نسميها يا أولاد أفعال ماضية أي حدثت في زمن الماضي وانتهى يبقى الفعل الماضي يا أولاد فعل حدث في الماضي حدث وانتهى فعل حدث وانتهى حدث فين أولاد حدث في الماضي وانتهى زي أكل أكل وانتهى من الأكل شرب شرب وانتهى من الشرب نام خلاص هو نام كاتبة كاتبة كتب وخلص يا أولاد باكي لاعبة لعب وخلص ده يا أولاد الفعل الماضي وعن نفهم يا أولاد الفعل الماضي لما نحل الأنشطة مع بعض نشطة الأضواء على الفعل الماضي نشاط واحد اقرأ ولون الصور التي تدل على الفعل الماضي كالمسال أول حاجة أولاد هنا بيقولوا قرأ أمير قصة فهنا أولاد قرأ لون كلمة قرأ لذا فعل الماضي قرأ وخلص طب هنا أولاد رسمت مونة لوحة يبقى هنا أولاد عن لون الصورة دي أولاد تدل على الماضي رسمت وانتهت من الرسم يبقى اللون صورة دي أولاد رسمت مونة لوحة نام الطفل فهنا أولاد نام فعل ماضي فلون يا أولاد صورة الطفل النائم يزرع فلاح الأرض وده أولاد مش فعل ماضي نشاط اتنين اقرأ ثم تقير الفعل الماضي مناسب لكل جملة مما يأتي هنا أولاد جيب لك أفعال ماضية ساقة كتبت شاربة أكلت أول جملة معانا أولاد نغط خالد الماء يبقى نقول يا أولاد شاربة خالد الماء الصورة الصورة اللي بعد كده نغط البنت الدرس يبقى نقول يا أولاد كتبت البنت الدرس هنا أولاد هندو التفاحة فنكتب نقول يا أولاد أكلت هندو التفاحة نغط الولد النباتات فنقول يا أولاد سقى الولد النباتات نشاط ثلاثة اقرأ ثم ضع دائرة حول الفعل الماضي في الجملة التالية زار أحمد الأهرام زار أحمد الأهرام يبقى هنا أولاد زار فعل ماضي نحط ها في دائرة لعب الطفل في الحديقة لعب فعل ماضي نحط دائرة سلمت أمل على جارتها يبقى سلمت فعل ماضي نحط دائرة زهبت شيماء إلى المدرسة يبقى هنا أولاد زهبت فعل ماضي نحط دائرة نشاط أربعة أكتب فعلا ماضيا يعبر عن كل صورة فيما يلي فهين أولاد طائر فنقول طار الصورة اللي بعد كده أولاد تلميس خارج من المدرسة فنكتب هنا أولاد فعل خارج فعل ماضي هنا أولاد فلاح بيزرع الزرع نقول زرع نشاط خمسة يقول لك صل كل فعل بجملته المناسبة ثم مكتوبهم أول حاجة معنا هنا التلميز الدرسة إبن يبن نقول يا أولاد زاكر التلميذ الدرسة نغط الرجل الأغبار سامع الرجل الأغبار نغط المعلم على المتفوق سلم المعلم على المتفوق بعد كده أولاد نغط الطفل الصورة نقول تشاهد الطفل الصورة. نشاط ستة اولاد بيقول لك رتب الكلمات لتكون جملة تبدأ بفعل ماضي. فاول معنا اولاد هنا صوت عصفور يغرد على الغصم. فنقول له اولاد هنا جيب لك كلمة فوق العصفور غرد الشجرة. فنقول له اولاد غرد العصفور فوق الشجرة. الصور اللي بعد كده اولاد جيبنا المسافر القطارة ركبة. فنكتب جملة اولاد ركبة. المسافر القطارة. الفعل المضارع. يسأل ولي الامر طفله هل تتذكر افعال الدرس السابق التي تعبر عن الفعل الماضي. مثل اكل شرب نام كتب لعب. وان كلها افعال حدثت في زمن الماضي. فتعالا نقوم بها الان ونتعرف عليها. فنقول له اولاد يأكل. نشرب. ينام. ينام. تكتب. العاب. هل هذه الافعال حدثت في الماضي ام ما زلنا نفعلها الان. هنا يا اولاد يجيب الطف باننا ما زلنا نمارسها ونفعلها. يبقى الافعال المضارع يا اولاد ما زلنا نمارسها ونفعلها. يقول ولي الامر ان الافعال التي ما زلنا نمارسها تسمى افعال يا اولاد مضارعة. لبن افعال التي ما زلنا بنمارسها تسمى افعال مضارعة. اي تحدث الان وما زالت مستمرة في الحدوث تحدث الآن يا أولاد وما زالت مستمرة في الحدوث وأن تفهم أكتب يا أولاد لما نحل الأنشطة الأضواء على الفعل المضارع أنشط الأضواء على الفعل المضارع نشاط واحد اقرأ ولون الصور التي تدل على الفعل المضارع كالمسال أول صورة معنا يشرب طفلوا اللبن هنا أولاد لوننا الصورة الطفل ما زال يشرب اللبن بعد كده أولاد سقل ولد النباتات سقل أولاد فعل مواضي فدنسبوها تأكل الطفلة الفاكهة يبقى هنا أولاد تأكل فعل مضارع ما زالت تأكل يبقى اللون الصورة دي بعد كده أولاد تطبخ الأم الطعام يبقى هنا أولاد الأم ما زالت تطبخ الطعام فنلون الصورة دي نشاط اثنين اقرأ ثم تخير الفعل المضارع المناسب لكل جملة مما يأتي هنا أولاد يبقى لك نلعب أحب يزاكر يحمل نبص على الصورة والجملة هنا الأب ابنه يبقى نكتبه يا أولاد يحمل الأب ابنهم الفاكهة يبقى نقول له يا أولاد أحب الفاكهة هنا أولاد أطفال بدعب بالقرة فنقول له يا أولاد نلعب بالقرة الصورة البعض كده أولاد الطفل يزاكر فنكتب فعل يزاكره فنقوله يزاكره التلميذ والدرسة نشط ثلاثة أولاد اقرأ ثم ضع دائرة حول الفعل المضارع في الجملة التالية يزرع الفلاح الأرض يبقى هنا أولاد يزرع فعل مضارع تساعد الممرضة المريضة تساعد فعل مضارع يغرد العصفور فوق الشجرة يغرد فعل مضارع تركب المسافرة تركب المسافرة القطارة إذا تركب فعل مضارع نشاط أربعة أكتب فعل مضارع يعبر عن كل صورة فيما يليم أول صورة معنا أولاد الطفل يسبح فنقول لها يسبح الأم تنظف هنا أولاد نكتبه تحت منا تنظف هنا المعالم يكتب على الصبورة فنكتب يا أولاد يكتبون بعد كده أولاد التلاميذ في المدرسة نكتب يا أولاد نحبوا نحبوا مدرستنا يبقى نكتب نحبوا نشاط خمسة عبر عن كل صورة بجملة بها فعل مضارع أول حاجة أولاد هنا الأطفال بيشاهدوا التلفاز نكتب تحت منها نشاهدوا التلفاز بعد كده أولاد هنا أطفال بيصافحوا بعض أولاد أصدقاء فنكتبوا أصافحوا صديقي الصورة الثالثة أولاد البنت تشرب الماء فنكتب بها تشرب البنت الماء نشاط ستة أولاد بيقول لك حول الفعل في الجملتين الآتياتين من ماضي إلى مضارع أول جملة معنا عالج الطبيب المريضة فنحول الفعل عالجا إلى ماضي فنقول لك يا أولاد يعالج الطبيب المريضة عام البط في البركة الفعل عام فعل ماضي فنحول للمضارع أولاد نقول لك يا أولاد عام البط في البركة وبكده أولاد وصلنا معاكم لهذا الدرسنا النهاردة أرجوكم استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الأول لكدار فصل الدراسي إنساني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس سيصلكم كل جديد وشكرا على المتابعة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المتابعة